اشتركوا في القناة لتحرير منطقة فودياني بجمهورية دونايسك الشعبية الدفاعات الروسية احبطت هجوم اوكراني على محور كوبيانسك وتحييد نحو 50 مسلحة تحييد يعني قتل لكن هم ما بيحبوش يقولوا كلمة قتل الاعلان ده اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ان القوات المسلحة الروسية صدت هجوما على محور كوبيانسك وتم القضاء على نحو 50 مسلحة وتدمير 10 دبابات وخمس آليات وجاء في بيان وزارة الدفاع ان نتيجة الضربات للقوات المسلحة الروسية عيدت وحدات القوات المسلحة الى موقعها الاصلية وتم القضاء على ما يصل الى 50 جنديا اوكرانيا وتدمير 10 دبابات وعربة قتال مشاه وناقلتين جند مدابعتين ومركبة مدفعية ذاتية الدفع وسيارة واضف الدفاع الروسية انه تم احباط هجوم على محور كوبيانسك حيث حاولت المجموعات التكتكية الالية الاوكرانية مدعومة بالدبابات مهاجمة مواقع للقوات الروسية في منطقة سكنية في نوفو سيلوفوكسي وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباب فبراير العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان اقليم دونباس من بطش القوات الاوكرانية واكد الرئيس بلاديمير بوتين سابقا العملية تحدي في حماية السكان الذين تعرضوا الاضطاد والابادة الجماعية من قبل كييف لمدة 8 سنوات ايضا خبر عاجل القوات الروسية تسقط مقاتلة اوكرانية من قرار سوء 25 افادت الدفاعات الروسية اليوم انه بقيام الدفاعات الجوية الروسية باسقاط مقاتلة اوكرانية من طلال سوء 25 في منطقة ارتيموفيكس وقالت الدفاعات الروسية اسقطت انظمة الدفاع الجوي طائرة من طلال سوء 25 تابع القوات الجوية الاوكرانية بالقرب من ارتيموفيكس في جمهورية دوناليسك الشعبية واشارت الدفاع الروسية لانه منذ بداية العملية الخاصة دمرت القوات المسلحة الروسية 3100 مقاتلة وطائرة هيلوكافتر وطائرات مسيرة اوكرانية طيب خبر عاجل من السفير الصيني لدى باريس بيقول لك بكين تلتزم الحياد تجاه الازمة الاوكرانية ولا تزود موسكو بالسلاح يعني الصين هو بيقول الصين التزمت الحياد ومعروف ان الصين كفي مشاكل بينه يعني قالوا لهم احنا هنسيب موضوع تايوان دلوقتي وانتسيبه موضوع روسيا دلوقتي وحصلت تفاهمات وتنزلات هنا وهنا واعلنت الصين بعد ان كانت تدعم روسيا اعلنت انها على الحياد الان نسمى التفاصيل قال السفير الصيني في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في فرنسا ردا على سؤال حول ما اذا كانت الصين تزود روسيا بالاسلحة قال اعتقد ان روسيا تحتاج الى اسلحة صينية كما شدد ان بلاده تتمسك بموقف محايد بشأن الصراع في اوكرانيا وتؤيد الحل السلمي وتريد السلام موقفنا من اوكرانيا ودفع عملية التفاوض اذا الموقف في اوكرانيا هو دفع عملية التفاوض ده كلام روسيا ده كلام الصين من ناحية روسيا وتغير موقفها تماما بعد ان كانت تدعم الصين بقوة الدولة التي تدعم تدعم روسيا بقوة الدولة التي تدعم روسيا الان هي يعني كوريا الشمالية وهي تعلن موقفها الواضح وايضا الجزائر وايضا سوريا وسوريا ايضا اعترفت بجمهورية لوجانيسك ودولاتيسك وزرابولوجيا وعملت علاقات دولية والسفرة وحاجات ذي كده وهي اول دولة عربية اعترفت بالجمهوريات المحررة الروسية يعني ماذا يحدث في الايام القليلة القادمة نتمنى الخير والسلام لكل العالم ونتمنى ان يسور السلام في كل العالم ولا تكون هناك حروب هل من عقل هل من سامع البابا فرانسيس طلب من كل من روسيا واوكرانيا الجلوس الى طولة المفاوضات تحت رعاية البابا فرانسيس في الباتيكان والبعض بيقول ان لحفظ ماء الوجه يعني قاله للبابا تدخل لكي توقف الحرب على اوكرانيا وتبقى جات منك ما جاتش من الناتو روسيا وفقت على الجلوس الى طاولة المفاوضات لكن الى الان اوكرانيا يعني لا نعلم ماذا تريد تحياتي لكم واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم ضريف الأدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر